تحت لافتات استعادة الشرعية وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوث وصالح وبطلب من الرئيس هادي أفاق اليمنيون صبيحة السادس والعشرين من مارس الفين وخمسة عشر على قصف جوي قضى على ثمانين بالمئة من سلاح الجو اليمني بحسب ما قيل حينها كانت السعودية قد أعلنت حينها عن تشكيل تحالف عربي يضم إحدى عشر دولة لإعادة الشرعية وبدت كل المؤشرات على أنها ستكون حربا خاطفة ستغير معادلة الوضع في اليمن جردة حساب لخمس سنوات مضت على تدخل السعودية لإعادة الشرعية فكيف يبدو واقع الحال اليوم؟ بلغ عدد الغارات الجوية أكثر من مائتي ألف غارة جوية بمعدل إثني عشر هجوما يوميا أودت بحياة أكثر من سبعة عشر ألف مدني ربعهم من الأطفال والنساء بحسب آخر تقاريره من رايز سواتش بات اليمنيون كلهم عرضة للقتل وتساوت أعضاد ضحايا ميليشيا الحوثي مع ضحايا غارات التحالف قصف التحالف كل شيء مدمرا المدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والمزارع والجسور والمصانع ومراكز الاحتجاز والمباني الأثرية ولم ينس حتى الحافلات المدرسية وحتى الآن يبدو هذا هو أكبر أنجاز حققته جيوش التحالف خمس سنوات تبدو السعودية عاجزة عن حماية حدودها فيما الحوثيون يبدون سيطرتهم على مناطق كانت قد استعادها جيش الشرعية قبل أكثر من أربعة أعوام لم يخفق التحالف في إعادة الرئيس هدي إلى صنعا فحسب بل منعه حتى من العودة للعاصمة المؤقتة عدن فيما تعيش الحكومة حالة شتات بعد أن سيطرت ميليشيا المجلس الانتقالي الموالي للإمارات على العاصمة المؤقتة عدن في العام الماضي تركت تحالف اليمن بلدا ممزقا يعاني فيه قرابة العشرين مليون إنسان من انعدام الأمن الغذائي نصفهم على الأقل معرضون لخطر المجاعة وبات اليمن محكوما بمجامعة من الفصائل المتناحرة التي ربتها وسمنتها الرياض وأبوظبي وفوق كل ذلك تتحدث السعودية أنها قدمت ما يزيد عن عشرين مليار دولار مساعدات لليمن ولا يزل ذلك لغزا آخر من أحجية الحرب الطويلة هذه بانتظار الكشف عن تفاصيلها الكاملة سحبت الإمارات معظم قوتها من اليمن بعد أن دربت ومولت ميليشيات محلية تنفذ أجندتها وتحرس مطامعها فيما تبدو الرياض ماضية نحو إبرام تفاهمات ثنائية سرية مع ميليشي الحوثي باحثة عن مخرج يحفظ لها ما تعتقد أنها إنجاز بتحويل اليمن إلى ساحة حرب يتصارع فيها الكل ضد الجميع وتضمن هي أمن حدودها لكن ذلك يبدو أمرا بعيدا بحسب مراقبين ولأسباب كثيرة ترجمة نانسي قنقر